جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا جدا ان هو عايز ياخد البطولة ولكن جمهور النادي الاهلي عايز يلعب عايز الشوت الاولاني فيه كرة انا للأسف مش حقدر ازيع الحاجات دي او مش حقدر عيد اللقطات دي لانها مش حقوقنا فيه كرة عملت انبارح يا جماعة لو كانت جات هدف كانت حيبقى واحد من افضل واحلى الهدف اللي عملها النادي الاهلي الشوت الاول النادي الاهلي كان وجهة نظري كان جيد جدا فيه اللقاء فنيا جوا الملعب فنيا جوه الملعب النادي الأهلي كان كويس جدا فيه كرة اللي شطها عمر السلية في آخر الكرة دي كرة طلعبت نقلة 2 3 4 5 6 7 8 10 شطها عمر السلية لو كان دخل الجون كان حيبقى جون رائع جدا 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 ليه ما بنلعبش الشوت التاني في هذه المباراة زي ما لعبنا على الأقل الشوت الأول احنا كأهلوية قلقانين من اللي جاي عايزين نكسب اللي جاي عايزين نكسب البطولة عايزين نكسبها للمرة الثالثة على التوالي علشان في الآخر أقدر أوصل أننا أخذ البطولة رقم 11 للنادي الأهلي البطولة أفريقية رقم 11 للنادي الأهلي ومش هفكر بقى في مين بيسخن مين على مين يعني احنا عندنا المباراة القادمة أمام جزائر أحد الأهم الفرق في الجزائر وحنتكلم عنه كتير وفاق ستيف فواحد من أهم وأكبر الفرق عايز حد ممكن يطلع يسخن الجزائريين على المصريين اطلع اعمل اللي انت عايزه أنا شخصيا مش هفكر بهذا الشكل ومش هنظر لهذه الأمور لأنه أنا في الآخر عندي مهمة قومية مهمة قومية المهمة القومية معناها إننا ممثل مصر الوحيد في دورة أبطال أفريقيا ودورة أبطال أفريقيا ده بيودينا فين؟ بيودي مصر والنادي الأهلي فين؟ كاس العلم؟ أيوة مظبوط كاس العلم ده إسلامي اللي النادي الأهلي خد فيه المركز التالت البطولة اللي فاتت؟ أيوة مظبوط كاس العلم ده انتوا بتفكروا إنه هو كأهلوية يعني بتفكروا ان انتوا تاخدوه او توصلوا لمركز اخر غير المركز التالت ايوه هو ده بالزبط اللي احنا بنقوله هو ده اللي احنا بنتكلم فيه فانا مش هيفرق معايا مين يطلع عندنا مباراة مع وفاق ستيف اللي عايز يعمل حاجة يعملها ولكن تظل دائما العلاقات المصرية مع كل البلاد ومع كل الحتة اللي احنا او البلاد اللي احنا بنلعب فيها بتظل دائما من خلال وجود النادي الاهلي تظل دائما في منتهى الاحترام وستظل بهذا الشكل